أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشر مجازر بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ما يزيد عن مئة شهيد وجريح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في اليوم الثالث والثلاثين بعد المئة من جريمة الإبادة الجماعية وأضافت الوزارة أن عدد ضخايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى أكثر من ثمانية وعشرين ألفا وسبعمائة شهيدا بينما بلغ عدد المصابين أكثر من ثمانية وستين ألفا وعلى الصعيد ذاته قالت الأمم المتحدة أنه لا مكان آمن في غزة مشدد على ضرورة حماية المدنيين وأضافت أن أكثر من سبعين بالمئة من البنية التحتية المدنية وأربعة وثمانين بالمئة من المرافق الصحية في غزة دمرت أو تضررت بشدة مجازر إسرائيلية متتالية بحق المدنيين الأبرياء حيث واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحة حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلية تسعة مجازر راح ضحيتها سبعة وثمانين شهيدا وأكثر من مئة جريحة ناس أبرياء تجار في شغله وفي رزقته ماليش في مقاومة ماليش في شي داربوه هو ونسائبه لجوه كلهم ما ضلش من الدار كله غير اثنين بس العيشين واحد منهم صابته خطيرة وواحد كويس باقين كلهم راحوا شهد الله يرحمهم بدأت أكد يعني هذه صحبيتي بنتهم وأمهم بدأت أكد من الحدث فمش قادرة استحمل الوضع حالا اللي احنا شايفينه هيك جراءنا كل جراءنا وخبايبنا راح الحرب في قطاع غزة بشهرها الخامس تتسع بها دائرة المجازر الإسرائيلية المتواصلة حيث يشهد القطاع قصفا عنيفا خاصة في مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في حال شن الاحتلال الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة برفحة في ظل تكدس نحو مليون وأربعمائة ألف من سكان القطاع فالنازحون هنا قلقون من عملية عسكرية محتملة واسعة النطاق خاصة أنه إذا وقع الهجوم فإلى أين سيذهبون كل المخيم بده ينزح بس وين مكان آمن في قلنا على المواسط روحوا على الدير على النصارات كلهم يعني شوشونا فإحنا بدنا لو في مكان آمن يقولون نروحوا عليه يستقروا فيه بالروح عليه أما غير هيك مش طرعين منهين وين أروحنا؟ وين أروح؟ أنا 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 وين أروح إذا بدي أنزح أول حاجة أول حاجة فيه فيه أشياء كثيرة تبنعني كمان أني نزوح أول حاجة ما هيش مصار نحن أطلع أني أنزح إذا نزحت بدأ أكثر من 800 شاكل تسعة متشاكل من أين أجيبهم؟ من جهتها قالت هيئة المعابر إن هناك تراجعا كبيرا في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع لاستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم من قبل المستوطنين ودخل إلى قطاع غزة في الساعات الماضية عشرون شاحنة فقط لا تلبي أدنى المقاومات الأساسية لمئات آلاف النازحين حياة النازحين والمشردين هنا لا يمكن تخيلها فالحرب والعدوان وقلة الإمكانيات زادت من تفاقم الأوضاع المعيشية لديهم في مراكز الإيواء بغزة عبد الرحيم أبو كويك تلفزيون دولة الكويت من أمام خيمة اللجوء والنازحين في رفح جنوب قطاع غزة فلسطين